ده الاتضاع العقلي فأول سمة من سمات العقل المتضع انه بيفترض ان غيره بيعرف برضه وانه برضه قرى وعنده وجهة نظر وياه ما يوسف انا شخصيا اختبرت الموضوع ده انه كنت اسفه من رأي معين وبعدين لما اقرى بقى ادخل بقى روح لافف وحط نفسي زي ما بقوله in his shoes وابدى اقرى هو اجاب منين الفكر ده وفاجأ فعلا فعلا انه في جزور وانه في وجهة نظر وباوصل في النهاية انه باخد الحاجات الصحة في جزور هذا الرأي ومش مطالب ان انا اخد الحاجات الغلطة وممكن ادي امثلة كتير قوي حصلت معي في حياتي وهي واحدة من مواصفات انه حد يبقى dogmatic او انه هو يعني من الناس اللي بينتمل الدجمة بدون اي نوع من انواع النعمة هو انه يقرأ فقط للناس اللي هو بيقتنع بقى رأهم لا يقرأ وجهة النظر يقرأ نقد الفريق بتاعه ليهم بس ما يقرأهمش هما بسرطة فاول حاجة يعني اول سمة من سمات العقل المتدع انه يفترض ان الاخرين يعلم تاني سمة على فكرة ان اساس ارتباطي باخواتي في اعضاء جسد المسيح ليس العلم المحبة المحبة تبني لكن العلم ننفع وبعدين بص الحاجة التالتة ودي الاجبع ان كان احد يظن انه يعرف شيئا فانه لم يعرف شيئا بعد كما يجب ان يعرف السمة التالتة للعقل المتدع انه يقرر بمحدوديته على فكرة انا الاسبوع اللي فات كنت بقرأ اصحاح معين وبقرأ اخلاص شديد ودايما كنت اقول للرب لما اقرأ الاصحاح يا رب انا حاس الاصحاح ده في اعماق انا مش عارف اجيبها ومش عارف افهمها وانا درسته مئة مرة وقريت تفسير لما دبت بعين فجأة انور نور كده قدامي بس يتعارض تماما مع اللي انا تعلمته طول عمري انا فعلا ارتعبت شعرت برعب يعني معقول كل السيني دي وانا فهمه مش صح واين كان صوت الله في داخلي ايه المشكلة يعني انك تكون مش فاهم صح واين مشكلة انك تكون فهمت غلط يعني ما انت عقلك محدود فعايز اقول ان دايما الكتاب بيركعني تاني ويذكرني بمحدودية عقلي فالتالت مبادئ دول حلوين قوي فيما اسميه سمات العقل المهتم لمشاهدة الحلقة الكاملة زوروا سات سابن بلاس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة